اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء أن نواة التطوير والتحديث تنبع من الأفكار الخلاقة والإبداعية التي نؤمن بضرورة أن تترجم إلى مشاريع مبتكرة تسهم في تحقيق الأهداف المنشودة وتدفع نحو صناعة المزيد من المنجزات التي ترفض المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعه وأشار سموه إلى إيمانه بالكوادر الوطنية وقدرتها على تحقيق الأفضل بما تتميز به من خبرات ومهارات وهو ما نحرص عليه من خلال إطلاق المبادرات والبرامج المختلفة التي تسهم في تعزيز والصق لمهارات وخبرات أبناء البحرين منوها سموه بما يتحلى به كافة أعضاء فريق البحرين من موظفي القطاع العام من روح إيجابية لمواصلة تحقيق الإنجازات على كافة المستويات والتي تسهم في رفعة ونماء الوطن وتحقيق تطلعات المواطنين جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر لقضيبية بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء اليوم أصحاب الأفكار الاثني عشر المتأهلين في المرحلة أو للمرحلة النهائية من النسخة الثانية من مسابقة الابتكار الحكومي فكرة حيث هنأ سموه أصحاب الأفكار ونوها بما قاموا به من جهود مكنتهم من اجتياز مراحل المسابقة المختلفة مشيدا بكافة موظفي القطاع العام الذين شاركوا في المسابقة وما أبدوه من حرص على تطوير الأداء الحكومي عبر أفكارهم المتنوعة التي تنشد التميز في تقديم الخدمة الحكومية للمواطنين وتعزيز جودتها وأشار سموه إلى أن الأفكار الفائزة ستسهم في وضع الحلول وابتكار المشاريع التي تعمل على زيادة الانتاجية وتقليل الوقت والجهد والتغلب على التحديات التي كانت تواجه المستفيدين من هذه الخدمات بعد الانتهاء من تنفيذها كمشاريع على أرض الواقع من قبل الجهات الحكومية المعنية بكل فكرة من هذه الأفكار مؤكدا على أهمية أن توضع هذه الأفكار على قائمة الأولويات لدى هذه الجهات من خلال تقديم كل التسهيلات لأصحابها لمواصلة السير في تنفيذ هذه الأفكار مشيرا سموي لأنه سيتم توفير كل الدعم الذي تحتاجه الجهات من أجل إنجاز هذه الأفكار والتي ستواصل رفض الخدمة المقدمة للمواطنين لتكون ذات كفاءة وجودة عند الانتهاء من تنفيذها هذا وقد تفضل صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتكريم أصحاب الأفكار الفائزة متمنيا سموه لهم كل التوفيق والنجاح في مسيرة عملهم كما قدم أصحاب الأفكار الفائزة الثلاث في النسخة الثانية من مسابقة الابتكار الحكومي عرضا أمام اللجنة التنسيقية لدى اجتماعها اليوم برئاسة سموه حيث تطرقوا إلى محتوى أفكارهم وأهدافها والغاية من تنفيذها من جانبهم أعرب الفائزون عن اعتزازهم بالفرصة التي منحها لهم صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء عبر المسابقة لطرح الأفكار والمقترحات وترجمتها واقعا ملموسا الأمر الذي يبعث على الفخر ويمنحهم دورا في التطوير والتحديث بما يحقق التطلعات المنشودة وقد لقيت النسخة الثانية من مسابقة فكرة إقبالا كبيرا من حيث عدد المشاركين بأفكارهم والتي مرت بمراحل مختلفة من التقييم والتأهيل لتصل 12 فكرة منها إلى المرحلة النهائية حيث فازت فكرة إي بارك بي إتش للملازم أول عالي القحطاني من شؤون الجمارك وزارة الداخلية ونوف القحطاني من وزارة شؤون الشباب والرياضة باختيار الجمهور وفكرتين باختيار لجنة الوزراء وهي فكرة مركز التوظيف الافتراضي لإيمان السماك وابتهال الشهابي من هيئة تنظيم سوق العمل وفكرة منصة محاكم لأحمد العريفي من مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء